إلى ذلك أكد النائب المستقل باسم خشان إن كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستضم أغلب وزراء حكومة عادل عبد المهدي فيما بيّن إن مصير الكاظمي سيشابه عدنان الزرف في حال عدم التزامه باتفاقات الكتلة السياسية وقال الخشان في تصريحاً إن الكاظمي لا يمتلك أي خلفية سياسية أو برنامج وتكلفه جاء بتوافق سياسي كون المرحلة الحالية يجب أن تمر لفتاً إلى إن مصير الكاظمي سيشابه الزرف في حال عدم التزامه بالتوافق السياسي وأضاف إن كابينة الكاظمي ستضم أغلب وزراء حكومة عبد المهدي كونها ستشكل من المحاصصة السياسية والأسماء التي ستغير ستأتي من الكتل السياسي أيضاً مبيناً إن الكاظمي لن يقدم أي اسم وزراء دون الاتفاق مع الكتل السياسية